يا دكتور ليث احنا واجبنا هنا امام الله وامام الشعب ان نبصر بالمخاطر هناك حملات الان من خلال استخدام السوشيل ميديا لتخريب ما تبقى حينما ينشر صورة لطفل باحدى الملاهي الليلية لازم لشد مال دولارات هو يضرب يذب فلوس على بنتليل على ساقطة وهذا الفيديو ينشر امام العراقيين هذه ماذا يراد من وراء هذه التقافة ماذا بالطفولة العراقية لماذا هذا الصمت كيف اشيعت هذه التقافات من يسمح لها من يروج لها هذه كارثة يا دكتور ليث خلينا نبصر العراقيين شوف الآن انا سيلك سؤال لو ذهبنا الى الملاهي وسونا تحقيق مفصل بهذا الموضوع ستجد ان هذا الطفل واللي ارتادون الملها يعني الاساسي الذول اللي كيتون يعني مئات الدولارات على الراقصات بحيث تطلع الراقصة انه هي خلال فترة قصيرة سويت لها ثلاثة بيوت وثلاثة سيارات الى اخره او وحدة تقول انا مهري مليون دولار الى اخره لو تبحث انت من هم هؤلاء ستجد انهم يا اما هم السلطة او هم تجار السلطة الفاسدين الذين اغتنموا هذا الفساد واوصلوه الى هذه الحالة وبالحقيقة استاذ نجم هذا موضوع رغم انه يتعلق يعني مو بالبعد السياسي لكن هو بالموضوع العام هو سياسي هو اسقافات سياسية ان تجعل اليوم الشعب لا يتحدث عن نظام السياسي لا يتحدث عن مساوئ المحاصصة لا يتحدث عن فساد الاحزاب بل يتحدث عن حسحس ومالماكيرة وما اعرف منه انا اعرفهم مراقبهم يعني احنا مراقبين لهذا الموضوع فمعناها ان هذا الامر موجه وليس امر طبيعي وسببه الرئيسي هو لي يعني ان الناس تنتهي يعني مراقبتها للسلطة وثق استاذ دجم لو لا هذه الاصوات القليلة المتبقية اليوم ليه مثلها انت واني فلان فلان اصوات قليلة لا تتجاوز البيئات لليوم اصبحنا في ظرف اخر تماما لكن هنا مهمتنا لن نتنازل عنها لن نتراجح سنفضح كل افاعيل الاحزاب الحاكمة وكل ما يفعلونها امام التلفاز وامام الشعب شاعدوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذا متفق عليه واهد امام الله واهد امام الشعب على اننا سنقف كما كنا وسنزيد